دكتور خالد ألا يستدري ذلك هذا الجهد الجبار حقيقة والموسوعي والعلمي أيضا واللي خرج من رحم تجربة حقية أو تجربة حقية في مصر ان احنا نفكر بشكل مختلف ونأخذ هذه المخرجات من هذه الدراسة وندشل مشروعا أو مؤتمرا دوليا للإرهاب ودراساته وبحوثه على مستلعالم على غرار مؤتمر ميونخ الأمن حضرت المؤتمر ميونخ في 2019 اعتقد في ميونخ في ألمانيا وكان المؤتمر بيدعو كل وزراء الداخلية كل رأساء جهزة المخابرات في العالم وكل الرأساء رأساء الدول بالتالي كان الحوار معمق بشكل كبير جدا في قضية تحركات الإرهاب الحالية المستقبل هما يروحوا فين التمويل بتاعهم منين بيكلفوا العالم قد ايه اقتصادهم كيف هيدورين الاقتصاد بتاعهم حوارات معمقة على المخاطر الأمنية اللي بتحيط بالعالم في ميونخ الأمن وده مؤتمر قديم قوي ومستمر وكبير يعتبر هو الأكبر بالنوعي في مجالنا أنا في تقديري أنه مصر مرت بتجارب أكثر مما مرت بها ألمانيا أو دول أوروبية صحيح سواء موجات متعددة ونحن عندنا تجربة من 28 معنا الإرهاب في ظهرنا إرهاب بالتالي وصلنا إلى ما لا يمكن أحد يتخيله وصوله من الحكم ثم المجتمع يخرجهم ثم فنعندي تجربة فريدة وغير مسبوقة ألا يستدعي ذلك أن نبدأ في التفكير في تدشين مؤتمر القاهرة للأمن أو لمكافحة الإرهاب أو لدراسات الإرهاب على غرار ميونخ للأمن يستدعي جدا ونحن جادرين بهذا الأمر وأنا بضم صوتي لصوت حضرتك وربما هذا أحد مقترحات اللي كانت مصار حديث وتباحث بيني وبين حضرتك خارج نطاق الهوى والمشاط الإعلامي إن فعلا حان الوقت اللي كي يكون فيه القاهرة مؤتمر موسع على هذا تحت هذا العنوان على هذه الشاكلة من الاتساع والبعد الاستراتيجي رؤى تخرج من رحم هذا الإقليم توصل للعالم رؤيتنا الحقيقية تعكس التجارب تستشرف مكامل الخطر اللي من الممكن مستقبلا إنه هو يتهددنا الظاهرة بتتطور وبتتحور طوال الوقت بدليل زي ما حدق زكرت إنها موجودة من 1928 ومكملة معنا لـ 2022 وربما بعض من الكشارات إنها هتستمر إلى عقود وسنوات قادمة ده يحتاج فعلاً لمقربة من هذا النوع وأتمنى أن يكون لدى القاهرة مثل هذا النوع من المحافل العلمية والاستراتيجية اللي طليق بالقاهرة والقاهرة طليق بيها الحية وأعتقد إن إنجاز هذا المشروع البحسي ربما يكون النواة لتتشين هذا المؤتمر السنوي اللي موجود في القاهرة بزا بزا نحن 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 نشرة المحافل العلمية والاستراتيجية